يبدو أن مؤسسة الجيش في الجزائر مصرة على الذهاب نحو انتخابات يوم الرابع من تموز يوليو القادم لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة رغم مطالبة المتظاهرين برحيل كل رموز النظام وعلى رأسهم رئيس المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح نفسه ففي رسالة له نشرت على موقع وزارة الدفاع تمسك رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بالمادة 102 من الدستور من خلال إصراره على عدم الذهاب إلى الفراغ الدستوري صالح أكد في رسالته أن هناك من الأصوات التي تدعو إلى التعنت وترفض الحوار محذرا من أن تلك الأصوات والمواقف تعمل على الدفع بالبلاد إلى ما أسماه فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى وطالب قايد صالح باستغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر التي تفضي لإيجاد حلول للأزمة في أقرب وقت ممكن وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية جلسة مشاورات الأثنين التي دعا إليها الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز يوليو لاختيار رئيس للبلاد ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد من التساؤلات رغم تأكيدات رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور لكن المتظاهرين ما زالوا يطالبون برحيل النظام الحاكم بكل مكوناته وضمنه قايد صالح من جهة أخرى تظاهر آلاف الطلبة وسط العاصمة في تجدد للاحتجاجات التي تنادي برحيل جميع رموز السلطة السياسية الحالية في البلاد ويرى مراقبون أن رسالة الرجل الأول في المؤسسة العسكرية خيبت آمال المتظاهرين بشأن دور الجيش في الدفع بالبلاد إلى مخرج سياسي سريع يلبي مطالب المحتجين منذ الثاني والعشرين من شباط فبراير الماضي